ننتقل ونكمل الجزء الثاني من تحديد أنواع جملة الاستثناء قبل ما نكمل نعمل مراجعة خفيفة قلنا بأن النوع الأول من أنواع الاستثناء مرتبط لجملة الاستثناء إذا كانت مبدوئة بأداة نفيه إذا كانت مبدوئة هذه الجملة الاستثنائية بأداة نفيه علي أن أميز نوع الجملة الاستثنائية هل هي تام منفيه أم ناقص كيف أميز هذه الجملة الاستثنائية المبدوئة بأداة نفيه إن كانت تام منفيه أو ناقص أمشي على ثلاث خطوات الخطوة الأولى أحذف أداة النفي الخطوة الثانية أحذف أداة الاستثناء الخطوة الثالثة أقرأ الجملة نقرأ الجملة بعد ما نزيل أداة النفي وأداة الاستثناء وأنا بقرأ الجملة إذا استقام المعنى يعني المعنى كان صحيح وسليم فنقول نوع الاستثناء ناقص أما إن لم يستقم المعنى فنقول نوع الاستثناء تام منفيه نوع الاستثناء تام منفيه هذا فيما يتعلق بجملة الاستثناء المبدوئة بنفيه طيب فيما يتعلق بجملة الاستثناء وهي ليست مبدوئة بنفيه غير مبدوئة بنفيه كيف أحدد هذه الجملة إن كانت تام مثبت أو مفرغ أو منقطع؟ الآن نضع السؤال نفسه نقول كيف أميزه جملة الاستثناء إن كانت غير مبدوئة بنفي؟ إن كانت غير مبدوئة بنفي؟ يعني إما أن تكون تام مثبت أو أن تكون منقطع أو أن تكون منقطع طيب شو الخطوات؟ هون أنا بشتغل غير هون هون بحذف هون لا هون فقط شو بعمل؟ بحط إيدي على أداة الاستثناء تمام؟ هيحطينا إيدينا هل هي إلا أو غير أو سوى اللي أنتوا حافظينها الآن بشوف علاقة المستثناء بالمستثناء منه أنتوا بتعرفوا أنه جملة الاستثناء ما قبل أداة الاستثناء ما قبلها ما يسبقها هو المستثناء منه وما بعد أداة الاستثناء هو المستثناء بدقق على العلاقة بين المستثناء والمستثناء منه إن كانوا من نفس الجنس يعني أدوات أم نفس الإشي يعني إنسان إنسان حيوان حيوان جماد جماد نبات نبات إن كانوا من نفس الجنس شو بحكي عنه؟ بحكي عنه تام مثبت إن لم يكون من نفس الجنس شو بنحكي؟ منقطع ما في استثناء منقطع العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه منقطع واضح؟ خلينا نحط مثالين ونشوف شو هذا الحكي المثال الأول عاد الحجاج إلا حاجا هذا المثال الأول المثال الثاني عاد الحجاج إلا أمتعتهم تمام إلا أمتعتهم يلا جملة الاستثناء مبدوئة بنفي لا طبعا كيف حددتنا هاي جملة الاستثناء هاي عندي إلا إلا أدوات استثناء معناتوا أنا هنا وصلت على أول نقطة يلا النقطة الثانية مبدوئة بنفي حتى أعرف هي من العيلة الأولى ولا العيلة الثانية الجملتين ليستا مبدوئة بنفي حلو معناتوا أنا عندي إما تام مثبت أو منقطع شو طريقتي الحال؟ بشوف العلاقة بين المستثناء والمستثناء منه هل هما من نفس الجنس؟ عاد الحجاج إلا حاجة حاج من جنس الحجاج إذن هون شو نوع الاستثناء عندي؟ نوع الاستثناء تام مثبت لأنه العلاقة بين المستثناء والمستثناء منه إيش مالها؟ من نفس النوع ونفس الجنس فهون عندي في الجملة الأولى نوع الاستثناء تام وثبت طيب نشوف الجملة الثانية عاد الحجاج إلا أمتعتهم طيب هاي هون عندي أنا المستثناء الأمتعة والمستثناء منه الحجاج هل الأمتعة من جنس الحجاج؟ طيب هذول بشر وهذول أدوات معادن أدان يعني غير عاقد هل هما من نفس الجنس؟ لا طبعاً فأنا إيش عندي هنا نوع الاستثناء؟ الاستثناء منقطع الاستثناء منقطع أو بيحكولوا مفرغ واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بالشق الثاني من تحديد أنواع الاستثناء الشق الأول كنت لازم أعرف هل جملة الاستثناء مسبوقة بينفي والشق الثاني أنه أعرف إذا جملة الاستثناء غير مسبوقة بينفي فبتخرج الشق الثاني أو النوع الثاني لتام مثبت أو مفرغ والنوع الأول إلى تام منفي أو ناقص إن شاء الله تكونوا فهمتم هاي الملاحظات عن أنواع الاستثناء خليكم معي لننتقل ونتعلم كيف نعرب المستثناء ترجمة نانسي قنقر